كشفت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك الجمعة أنها تلقت ما بين تسعة وعشرة ألاف طلب من سلطات الحكومية الأمريكية بشأن بيانات بعض مستخدميها خلال النصف الثاني من سنة 2012 وكدت شبكة أنها تحمي بيانات مستخدميها إلى أقصى حد وغالبا ما ترفضها النوع من المطالب أو أنها أعطت الحكومة بيانات أقل بكثير مما كانت تتوقع وتحاول فيسبوك التخفيف من الاستنكار المتجايد لرأي العام العالمي بعد الكشف من أنها من بين عمالقة الأنترنات التسعة التي زودت برنامج بريزم لوكالة الأمن الوطني الأمريكية ببيانات شخصية وهي المعلومات التي كشف عنها المستشار السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن اللاجئ إلى هون كونغ حيث تظاهر المئات السبت للمطالبة بعدم تسليمه للولايات المتحدة وتحاول كبريات شركة الأنترنات محاصرة أثار هذه القضية في هذا السياق أطلقت جوجل بالونا عملاقا فوق نيوزيلندا يحمل معدات يمكن أن تخلق البنية التحتية للأنترنات عالية السرعة ويهدف المشروع إلى مساعدة المناطق النائية في جميع أنحاء العالم للحصول على خدمة أنترنات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر